تحية طيبة مشاهدين الكرام مشاهدي شوف سبور مرحبا بكم فهذا الحوار فهذا الحصري من قلب العاصمة المغربية الرباط وبالضبط يعني من الفندق اللي كي قيم فيه فريق نهضة بركان ممثل الكرة المغربية الوطنية في كأس الكون فيدرالية في نسخة 2020 وأكيد كنت منه إن شاء الله كل التوفيق والنجاح لهذا الفريق اللي كي قلب على اللقب دياله الأول فهذا المسابقة اللي يمكن نقوله بكل صراحة أصبح مختصا في هذه المسابقة خلال أنه لعب الموسم الماضي النهائي أخسره أمام الزمالك بأخطاء تحكمية الكل كي تتذكرها رفقة الحكم أنذاك تسيما عموما معنا أحد نجوم هذا الفريق هذا واللي يعني دائما حاضر بقوة رفقة تشكيلة دياله وفقت المدرب أكيد طريق سكي تيوي سي عمر نمساوي نشوف معاه أكيد كيفاش دازلت الأمور ديال الفريق من بعد الفوز على حسنية أقادير سي عمر مرحبا بك عبر شوف سبور مرحبا بك الأخي عثمان ومرحبا بالطاقم ديالك ومرحبا بشوف سبور لاحظتك يا عمر أكيد مباراة كانت ضد الحسنية قبل أكيد من هضروع للماتش فينا اللي يكون مع البيراميد اللي كانت منه لكم إن شاء الله كل التوفيق من خلاله عمر كيفاش كانت الأجواء يعني خلال مباراة حسنية أقادير هذه المباراة هذه اللي يمكن يعني خطفته فيها انتصار وهو مستحق أكيد تنظر بأنه كانت لنا واحد مقابلة مهمة ضد حسنية أقادير كنا بعد خطواتين للنهاية الثانية التوالي ودخلنا المقابلة يعني باش نحقوا واحد نتيجة إيجابية وكان لازم علينا نحقوا نتيجة إيجابية لحقات المرارة ديال العام الماضي ديال الكأس اللي لابنا ضد الزماليك ويعني مفزنا شبيهة مازال الآن متهضمات لنا كنا يعني وعين بالمسؤولية اللي علينا حاولنا بإننا ندخل المقابلة نقوم بمقابلة جيدة ونحقوا فيها الأهم اللي هو المرور النهائي نعم أكيد هومار يعني قبل المباراة ديال الحسنية لكل كمكيدرة لأنه فريق نهضة بركان صبح يعني عنده خبرة كبيرة فهذا المسابقة ديال كأس اللي لابنا يعني الآن التواجد يعني في الفينال المرة الثانية على التوالي كيفاش كتحضروا لهذا المباراة دهنيا تكتيكيا يعني بدنيا كيفاش كتحضروا لهذا القمة يعني وتنظم بإننا من اللقاء الأول يعني اللي جمعنا فيه في الأول السنة كان عندنا الهدف الوحيد والأسماء والأول هو نفوز بهذا الكأس هذي بعد تنظم اللعبين كاملين بإننا ودخل لهم الفكرة بإننا ونتوجوا بهذا الكأس لا سيما المجموعة يعني كما تتعرف من ملتحمة ومجموعة مدة طويلة هذي كان لازم عليها بإننا تحقق واحد نتيج نتائج إيجابية وتفوز بواحد بالكأس بعد ما نفذنا بالكأس ديال العرش ما سعبناش لحد في البطولة الوطنية يعني نفسنا تلأ خرماق الحمد لله الآن يعني نبعد خطوة واحدة من تحقيق الأهم المورد ديال الجمهور البركاني نتمنى الله نقوم نركزين دينيا إن شاء الله ونكونوا واجدين للمقابلة باش نحقوا فيها الانتصار ونحقوا ذلك الكأس الغالية إن شاء الله سياء عمر أكيد عمر نتمنى اللعبين لفاش كنشوفوا عني اللائحة ديال البركان دابا اللي عندهم إكسبريانس ديش العبتي الفيناند العملي دازو اللي كاملين كنعرفه يعني هنا في المغرب وكذلك في القاهرة وكيف شفقته بأخطأ تحكمية ديالتيسي ما كل شي كيعرفها وانت كنت حاضر في ذلك المباراة بشكل كبير وقوي كيفاش كيشوف عمر الفينال ودي جا لعبته كيفاش كتحضر انت شخصيا لهذه المباراة والمقابلة النهائي تتلعب لي واحدة جزئية بسيطة يعني تتكون عندك مقابلة فاصلة ماشي بحلام الماضي يعني اللي كانت مقابلة ديال الدهاب والقياب هات السنة هاته كان مقابلة فاصلة ايه اللي غادي تحدد بانك هاش غادي تفوز باللقاب كيفما سبقته شرط لك بانه واحد جزئية بسيطة هم اللي يسي تلعبوه في النهائي تنظن لي كان مركز كتير دهنيا وكان موججد يعني بدنيا وطاكتكيين هو اللي غادي يفوز في هذه المقابلة احنا من جهتنا مركزين يعني جميع الامور واقفة على طاقم التقني ديالنا الامور البسيطة واقفين عليها الامور الكبيرة يعني جميع جميع الامور يعني مقادلين ها نتمنى الله بقادلنا يوم المقابلة كما سنقول لجورجي نكونوا في واحد المستوى طيب ونكونوا يعني مركزين دهنيا باش نفوز ان شاء الله ان شاء الله المبارة نائية اغدج معكم مع بيراميد الميصري هذا الفارق اللي يمكن على الساحة الافريقية مهمور يعني انتوما صراحة يعني معروفين عليه ومقويين عليه هذه بالارقام وبشاهدة الجماهير الموسم الماضي لعبتوا ضد الزماليك هاد المرة عودتاني خصم اخر ميصري شي قضية ما الميصريين هيك طبعا الفارق الميصريين تتعرف بندية كاملة الفارق ديال شمال افريقيا تتعرف بوحدة ندية كبيرة احنا الاهم دبل اهم عندنا هو ما تيهمناش الخاصم تيهمن احنا ريوصنا كي غدي نكونوا موجدين للمقابلة يعني كما قلت لك المقابلة النهائية تتلعبش كل سنة وممكنش للعاب يعني تتجيك الفورصة تغتانمها بخصوصك تبين على الجدارة الجدارة ديالك باش تفوز بهذا الكاز باش تكتب التاريخ لنعدة البركان ولا الجمهور اللي بركاني ولا نفسك تنته يعني الجامع للعائلة ديالك كلاعيب يعني اللاعب لي ما مرش من هاد من هاد من هاد نهائيات ومن هاد يتسمى بحلي ما لابش الكورا الحمد لله جاتنا الفورصة ستبين هذه المجموعة ان شاء الله باني لم تأكد بانها ستبين المدى اللحمة دياله ومدى السعداد دياله لذلك المقابلة فاش كنشوفوا التشكيل دياله لنهائيات البركان متى عمار من اللاعبين تبارك الله يعني كم تازوب خبرة كبيرة فارق المغرب الفاسي رجاء بن ملال قدي تيدي واحدة تجربة في البرتغال كذلك فارق نهائيات البركان يعني شنو كسكولوا اللاعب الشاب بسيغطوا اللي معاكم في الفرق هذا وغاد يخوضوا هذا النهائي اللي هو بالنسبة لكم والجماعير ديال البركان بحلم انه ترفع اللقد في موسم كورونا تتحاول بانك اللعاب تكون واحد القدوة لها قدوة لها يعني لف رقعة الميدان لف ناحية تعامل مع المقابلات تعامل مع محافي الكبرى تكون يعني انت قدوة ذاك اللعاب اللي غاد يكون صغير تنظن بان اللاعبين الشابب ديالن البركان جايين بقوة الحمد لله كان المستوى طيب يعني اللاعبين اللي سيحاولوا بانهم يستسوعبوا لها درالي سيقول لهم ان شاء الله ما يكونش خوف على ناحية البركان لان عنده لعبين شابب اللي في المستوى اللي سوما يقولوا كلمة ديالهم ان شاء الله هذا الموسم بعيدا الكأس الكون في دراليا عمار قاتلتو حتى الاخر رمق على مستوى البطول الاحترافية يمكن كان توليتين توما وقوط بيد در البيضاء الرجا والويداد معتش ضد زمامرا خسرتو يعني يمكن مشى الامل شوية ولكن قاتلتو حتى الاخر لحظة كيفاش عمار ذيك السيراء على تاج البطولة الاخر رمق من دورة دياله فكان واحد الإحباط كبير كنا تنمنوا النفس بأننا نحصل على مركز أحسن من المركز اللي حتلينا ولكن اللي رجعنا نشوف الظروف ديال اللي عم كيف داز صندنا بأننا عم سيتنائي يعني كان الوباء اللي اللي يرفع لنا من المنطر هات ان شاء الله بإذن الله وكنا محاولين بأننا نبقى مركزين ونبشي وتالاخر رمق فزنا فوعد المقابلات يعني ضيعنا بعض النوقات الخاصم ديالنا كانت هو بدوره تيضيع نوقات وتنظم قناة الاخر رمق يعني جزئية بسيطة كانت تتفصلنا بأننا نتوجه باللقاب الحمد لله بينا بإننا كنا هو ويدي الفارق يقدر نفس الألقاب يقدر نفس فوروخ كبرى تنظم نهد السبركال الآن أصبح من الفوروخ الكبرى يقدر بأنه يولي لعب على الألقاب ويولي لعب على البطولة احترافية ونتمنهم الله بأننا السنة القادمة ندخلوا لعب قوة في البطولة إن شاء الله ونكسبوا أكبر عدد النقاط لما لا نفوزوا بها كتير عمرك تمنى تفوز بالبطولة بسراحة؟ نعم طبعت لها لأي لعب كما سبقت وذكرت لك اللعابتي لعب بأنه يأخذ البطولات ويحرز على الكؤوس كنا متمنين نفس بأننا نحقوا نتائج إيجابية ونفوزية ولكن الحمد لله رحنا نفسنا يعني تل آخر دوراء آخر راماق لولا قليل من الحد كنا نقدر نفوزوا بالبطولة يجب أن العمل لا يوقف هنا يجب أن نزيد ونخدمهم ونضفروا جهود لكي نسمع على موسم أحسن من هذا الموسم عمر أنا أعرفك في أيامات المغرب الفاسي لديك سؤال شخصي ما هو السر مع الركلات الحرة من جماهر العشقة البطولة الاحترافية كنت تعرف التكنيك الذي يضرب به عمر وستجلتي العديد منه وحتفل كونفيدرالية ما هو السر عمر مع الركلات الحرة بعد قبل كل شيء كي ذكرتهم غريب فاسي أنهم بعدها بالصعود من قسم الوطني الأول والمركز الطبيعي الذي يستحقه بالنسبة للركلات الحرة كما تقول أي واحد اللي خدمتها وكررتها 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 أنا متابعة الحال بأنها ستضبطها تنظن بأن عمر الحمد لله موفق كما تقول في ضربة الحرة نتمنى من الله بأننا نزيد نخدم ونزيد نبلور هذه التكنيكة باش إن شاء الله نسجل أهداف خورا ونساعد الفارق بأننا نفوزه في المقابلات بعض الناس يسؤولك أنه أربع سنوات مع فارق مهددس بركان الحمد لله مستقر ولكن أكيد تكون عندك عروض من فرق أخرى سوى خارج المغرب ولا داخل المغرب ما تقول لهم واشنطام السامر مع فارق نهددس بركان نهددس بركان نهددس بركان وهو واحد الفضل الكبير على عمر المساوي بأنه بلور يعني المستوى دياله الآن تفكير ديالي الوحيد هو مع الفارق ديالي مع الفارق البركاني ونحقق معه يعني شيء أمور اللي أنا طمح ليه يعني الآن عمر المساوي بركاني إن شاء الله حتى النهاية العقد ويكون ذلك الساعة يعني نشوفوا ماذا نقرر إن شاء الله كي واعد عمر الجماهير البركانية وجماهير الشرق عمتان وجماهير المغرب لأنه نهددس بركان كيمة الكورة المغربية في هذا الكأس لكم في ديالي إن شاء الله كل توفيق لكم نهر لحد إن شاء الله باشكت واعد الجماهير المغربية وخصوصا البركانية وتنوى الجماهير بأننا قد نبتلو قصارى الجهود ديالنا يعني نقفو على جميع الأمور قد نكون مركزين في المقابلة يعني اللي لازم نديروه في المقابلة قد نديروه في المقابلة وانتمنى إن شاء الله في الأخير تكون نتيجة صالحة النهادة بركان اللي فرح بها أول حاجة الشعب المغربية والجماهير البركانية خاصة وجماهير الشرقية احتائية اللي متعتشال هذا اللقب عمر نمساوي نجم من نجوم نعدات بركان شكرا بزاف لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك عمر نمساوي ولكم الشكر كذلك مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف سبور إلى اللقب